المتقدمة نأخذ نموذج فرنسا بإذن الله تعالى كأحد الدول المتقدمة التعليم مر في فرنسا في مراحل تطور إلى أن وصل إلى ما هو عليه اليوم هناك عدة عوامل أثرت على هذا التعليم وهذا كان سؤال امتحان دير بالكم متوقع هناك خمسة عوامل أثرت على طور التعليم إلى أن أصبح تعليما أكاديميا تقنيا فنيا ما هي العوامل الخمسة؟ خمس عوامل واحد الكنيسة الكاثولوكية تولت التعليم في فرنسا وكان عندهم مدارس دينية هذه المدارس الدينية كانت تصرف عليها وترعاها وتتولاها مين هي يا صبايا؟ الكنيسة الكاثولوكية الكنيسة الكاثولوكية صفحة إيش يا تعليم في فرنسا الثورة كان عندنا الكنيسة في نوعين من التعليم الكنيسي في أجلة الكنيسة اليسوعية واليسوعية الجوزيت هذه الجوزويت هذه المدارس اليسوعية كانت تتولى نوع من التعليم عندهم والمدارس الكاثولوكية تولت نوع من التعليم عندهم المدارس اليسوعية أصبحت مدارس دينية هي الكنيسة انقسمت قسمين عندهم الكنيسة الكاثولوكية والكنيسة اليسوعية الكاثولوكية كانت المدارس الأولية تتولى التعليم الأولي التعليم هيش يا صبايا؟ الأولي أما الكنيسة اليسوعية تولت أي تعليم؟ الثانوي التعليم الثانوي التعليم الثانوي الكنيسة الكاثولوكية كان في صراع بينها وبين السلطة الحاكمة الملوك ليش الصراع؟ الصراع أنه الكنيسة كانت تحتكر التعليم بدأت تجعل الناس موالين للكنيسة والنظام الأنظمة اللي كانت الملوك بده من الناس يبقوا موالين للملوك الصراع هذا انحسم انحسم الصراع إلى أن تم اتفاق بين الكنيسة وبين السلطة الحاكمة الملوك على أن يا أستاذة يا أستاذة أنت بتتكلمين؟ على أن تقوم الكنيسة برعاية التعليم شريطة شريطة أن الكنيسة تعطي حق الملوك المقدس يعني الكنيسة تقول أن الملك له حق في الحكم له حق في الحكم على هذا الأمر اتفقت الكنيسة وبقيت تعليم الديني قائم في فرنسا إلى مجيء الثورة الفرنسية إلى مجيء يا صبايا الثورة الفرنسية اللي انقلبت على التيار الديني أو على الكنيسة واعتبرت الكنيسة مدمرة للتعليم ليس فيه إصلاحا تعليميا لأنه التعليم الديني رفضته الثورة وجعلته تعليم علماني إذن بدي أفهم بهذا متى بدأ هذا الكلام في بداية القرن العاشر يعني ألف سنة التسعمية ميلادي بداية القرن العاشر إلى التاسع عشر إلى التاسع عشر إلى التاسع عشر طيب عاد الصراع بين الكنيسة والدولة مرة أخرى اليسعين لحظة يا أستاذة في عندي مدارس الإخوة المسيحيين كانت مدارس الإخوة المسيحيين كانت هذه المدارس الإخوة المسيحيين من يشرف عليها من الكنيسة الكاثولوكية مدارس الإخوة المسيحيين يشرف عليها الكنيسة الكاثولوكية عاد الصراع مرة أخرى بين الكنيسة والدولة في القرن التاسع عشر وانتهى الصراع بقيام نظامين مستقلين المتوازيين للتعليم أحدهم أديني تحت إشراف الكنيسة والآخر علماني تحت إشراف الدولة على أن المدارس الكاثولوكية بدأت تفقد أهميتها وتصادر أموالها وتغلق أبوابها عند مجيء الثورة الفرنسية طيب دور الثورة الفرنسية في تطوير التعليم نحن قلنا التعليم كان ديني ترعاه الكنيسة وتصرف عليه وتموله طلع كيف ولكن كان في مواجهة واحدة هو الدين فقط أما العلمانية يعني التعليم العلماني يعني اللا ديني يعني اللا ديني يعني الكيميا وفيزا والأحياة والهدى كان نادر ما يدخل في التعليم الفرنسي الثورة الفرنسية قالت بدناавно que تعليم ديني нужен تعليم علماني أي لا ديني واعتمد بالعلوم الدنيوية وجعلت التعليم التجريبي أفضل من التعليم المثالي طالع كيف وكل أصبحت لا تؤمن إلا بالتجريب هذه الثورة الفرنسية الثورة الفرنسية قبل ما تيجي كان 50% من سكان منهم في فئة التعليم 50% لنتحقون بالمدارس يعني غير أميين و50% أميين من الذكران 75% أميين من الإناث يعني 75% أميين من الإناث وأكم من الذكور يا صبايا 50% أميين من الذكور هذا قبل مجيء الثورة الفرنسية لما أجت الثورة الفرنسية اهتموا بالتعليم واصبحوا التعليم مجانيا يعني طالبوا أن يكون التعليم مجاني لكل أبناء الشعب الفرنسي ويحافظوا على القومية الفرنسية ويعتبروا التعليم هو كان محروق كل من حرم فيه يعني تكافؤ الفرص لجميع الفرنسيين لجميع الفرنسيين فأصبحوا رجال الثورة في فرنسا يعملوا على بناء مجتمع ديمقراطي واحد ترفرف عليه العدالة الاجتماعية وقد انتبهوا إلى أهمية التعليم في التحقيق هذا الهدف المنشود ومنتصف القرن الثامن عشر بدأ اتجاه قوي بزعامة الموسعيين لقيام نظام تعليمي قوي وعلماني قيام طالب أن يكون التعليم مجانيا وإجباريا وعلمانيا وعلمانيا نعم قدت الثورة الفرنسية على الكنيسة كما قدت عمدارسها كلها وصادرت أموالها من خلال دستور 1791 طيب هندخل على النقطة الثالثة من العوامل إذن الثورة الفرنسية طورت في التعليم ولا لا فإيش جاب التعليم؟ علماني ومجاني وإلزامي تعليم علماني ومجاني وإلزامي تعليم علماني ومجاني وإلزامي أجل نابليون أجل نابليون أصبح حاكم الفرنسا فأصبح التعليم مركزيا بيد نابليون ونظر نابليون قال إنه في علاقة بيننا وبين من؟ بيننا وبين الكنيسة لابد أن تكون مدام الكنيسة عند استعداد كان رجل نفع برجماتي نابليون نفع برجماتي كان يوين صار شيخ يوم من الأيام في الأزهر مصبوطا لا يوم من الأيام قال أنا مسلم عند المسيحيين قال لهم أنا كاثوليكي وأنا بدي أعطيكم المدارس وأعيد لكم مدارس الإخوة المسيحيين أي التعليم الابتدائي أسند التعليم الابتدائي إلى مين لمدارس الدينية من هو هذا نابليون بعد ما صحب منهم فأعاد الكنيسة دورها الديني لكن لأي المرحلة المرحلة الأولية الابتدائية فخلاهم يقوموا بإعادة تعليمهم الابتدائي شريطة أن يعطى الملك الحق المقدس طلع كيف يعني يبثوا بين الأجيال وبين الطلاب إحنا من أيد نابليون إحنا من أيد نابليون طب فأنشأ نظام حكومي للتعليم لتحقيق الوحدة القومية والديمقراطية نابليون عندما تسلم نابليون السلطة قام على الفرق بتدعيم الطابع القومي للمدارس ولكن نتيجة محاولاته أدت إلى ضياع المكاسب الثورة قد ترتب على القانون الذي أصدره سنة 1802 عهد التعليم الأول لسلطة الكنيسة نظرا لأن نابليون أعجب بعمال مدارس الإخوة المسيحيين في عهد نابليون في عهد نابليون حاول يهتم بالتعليم الثانوي بشكل كبير جدا ليش ليش لأنه بده هو بده موظفين يديروا الحكومة والدولة ومقتدرين فاهتم بالتعليم الثانوي فعلق أمله على تخريج موظفين مخلصين أكفاء للعمل في الحكومة وأنشأ قانون 1802 نظام للتعليم الثانوي الحكومي مع أن المدارس الثانوية الخاصة سمح لها بالبقاء فقد أصبح الطريق معبداً لأشهر نوعين من التعليم الثانوي المدارس الثانوية العامة ومدارس الإيسي للمدن الكبيرة والكوليج للمدن التي لا تعتبر كبيرة المدارس الإيسي هي مدارس ثانوية والكوليج مدارس يا صبايا إعدادية نمو حركة تصنيع بدأت فرنسا تستقل وتظهر كمظهر قوة عالمية من خلال صناعاتها أصبحت بحاجة إلى تعليم فني فاهتمت بالتعليم الفني مع التعليم الأكاديمي يعتبر التعليم الفني أو المهني أكثر جون التعليم الفرنسي حداثة فالمدارس المركزي ينشأت سنة 1794 يعني بدايات القرن التاسع عشر أواخر قرن الثامن عشر بدايات القرن التاسع عشر بتأثير في عندي عدة حاشوف أنا من المصلحين من عمليات إصلاح أو حركة الإصلاح في شسم النمو حركة الإصلاح التعليمية في فرنسا واحد اسم كوندرسي كوندرسي اهتم بالتعليم أو أوصى بالتعليم الفني وإنشاء مدارس أولية في كل منطقة فيها كثافة سكانية يعني وقال بدنا إحنا مدارس إعدادية كذلك في المدن المتوسطة وبدنا مدارس ثانوية في المدن المركزية وجمع ما بين التعليم التعليم الأكاديمي والتعليم الفني كوندرسي اهتم اتجه طيب ادخلت المواد العلمية والفنية ولكن لم تستمر طويلة بناء على اغلقها نابليون وجاء رجع التعليم الديني وأنشأ مدارس الليسية بدلا منها مدارس الليسية بدلا منها والليسية بالمناسبة الآن أصبحت في فرنسا ثلاث أنواع الليسية أكاديمي والليسية فني والليسية تقني تقني أو تكنولوجي يعني أصبحت طيب الاصلاحات التعليمية اصلاحات التعليمية كان هناك عدة محاولات الصحة التعليمية في فرنسا عملت على تطوير التعليم في فرنسا من أهم هذه الاصلاحات خطة كوندرسي أي واحد اتنين إصلاحات جين زاي هذه اتنين وباللين جيفين هذا يعتبر ثلاث مصلحين أو ثلاث لجان إصلاحية أو ثلاث مختصين في تطوير النظام التعليمي في فرنسا ناخد أول حاجة خطة كوندرسي خطة كوندرسي لتطوير التعليم واحد طالب أن يكون التعليم دينيا علمانيا البدل عن أن يكون دينيا يعني اتنين أن يكون مجانيا وإلزاميا مجاني وإلزامي هذا حط رؤية إله فهو كان خطة وضعت كوندرسي خطة تفصيلية لنظام تعليم حكومي علماني بتتحقق فيه تكافؤ الفرص لكل الأطفال اتنين يكون فيه التعليم مجانيا ثلاثة إجباريا عاما للجميع كالنثاب من هذه الخطة تكوين مواطن مخلص للمبادئ الدمقراطية الهدف من هذا التعليم والقومية وقد طرح كوندرسي إنشاء مدارس أولية في كل أنحاء فرنسا يستطيع الأطفال الوصول إليها مشيا على أقدام يعني مش مدارس مركزية تصعب على الأطفال الوصول إليها لا يعني يشهد تكافؤ الفرص لجميع من التلميذ والمواطنين فهي أول اتنين إجاد مدارس أو إنشاء مدارس متوسطة في المدن المتوسطة كثافة يعني في المناطق كلها بدينا نحط مدرسة أولية لكن مين نحط وين المدرسة العدادية تكون في مدن مش في كل المناطق لا في المدن فيها كثافة متوسطة طيب عندي أين توضع المدارس الثانوية العامة أو الثانوية العليا عفوا في المناطق المتوسطة يعني بحاجة لها أكتر بحاجة لها أكتر طيب أنشاء تسعة مدارس كوندرسي ليسي يعني مدارس ثانوية تسعة تقدم تعليما عاليا أو تعليميا يودي إلى مهنة مختلفة تقوم مقام الجامعات التقليدية إذن أدخل إيش زي ما قلنا إحنا توي التعليمي الفني والتقني والأكاديمي معهم إصلاحات جينزاي جينزاي هو وزير للتربية والتعليم كان في فرنسا سنة 1937 جينزاي هذا حاول أنه يطور التعليم وذلك من خلال إلحاق الرياض في السلم التعليمي بإنشاء فصول التمهيدية كمحالة الإنشاء اكتشاف مواهب الطلاب من المرحلة الأولى يعني قبل المجل درسا يعني إيش إيش إصلاح الواضح في خطة في خطة جينزاي وضع حيني بقول لكم ألحق التعليمي الرياض في السلم التعليمي الجامع سلم التعليمي الفرنسي عشان إيش الهدف من الحاقه حتى يبدأ يكتشف قدرات الأطفال وميولهم ويبقوا يرعوهم في المراحل التعليمية إيش القادمة إذن هذا عمله الرجل ولكن هذه المحاولات لم يكتب لها التنفيذ لأنه فرنسا دخلت الحرب وانهزمت أمام ألمانيا انهزمت أمام ألمانيا طيب إصلاحات بال لنجيفين هذا برضو مصلح تعليمي إنسان عالم فيزياء يبدو كان يساري المنهج بعد انتهاء الحرب العالمية وتحرير فرنسا من الألمان سنة 1944 واربعين قامت لجنة تحت رئاسة عالم طبيعة وعضو في الحزب الشيوع اليساري وهو بول لنجيفين لنجيفين هذا مع مجموعة من المفكرين والتربويين استطاع يضع خطة فمخضت هذه الخطة في إنشاء مدارس عامة وإجبارية للجميع يكون التعليم اللي الزام فيها 12 عاما 12 عاما يعني بدخل 6 وبصير عمره 18 يعني اللي الزامية كان فيها الزامية التعليم 12 12 سنة يعني التعليم العام كله في الخطة هذه امتعت لنجيفين 12 سنة هاي واحد وانتهت التعليم الابتدائي إلى سن 11 يعني 5 سنوات ابتدائية وعنده التعليم التعليم الثنوي سنتين العالي وعنده المتوسط أربع سنتين اكتشاف وميول والتجاهات وسنتين دراسة بعمق هاي هذه الخطة تعته يعني قام بتطوير التعليم ولا ما قامش بتطوير التعليم قام بتطوير التعليم بعد تحرير فرنسا ستة أربع ربعين كانت محاولة تجد ننجي فيه لإصلاح التعليم التي أشرنا إلهي لكن كان هناك البلد تنتظر فترة طويلة قبل أن تكون هذا رأيه يا أستاذة هذا رأيه هذه خطة رأي لخطة إصلاحية طيب إدارة التعليم في فرنسا كيف كان يدار التعليم في فرنسا إدارة التعليم في فرنسا يلا هندخل هنا إدارة التعليم في فرنسا إدارة التعليم هذه واحدة اتنين تمويل التعليم ثلاثة نظام السلم التعليمي تمويل التعليم في فرنسا يا صبايا أو إدارة التعليم في فرنسا كانت إدارة تعليم إدارة مركزية تابعة للدولة عندهم إدارة مركزية التعليم كان مركزي زي ما هو عندنا مركزي في فلسطين تماما يدير الوزير الممثل في مجلس الوزراء ويساعد الوزير وكيل الوزارة ويساعد الوزير مساعد وكيل الوزارة والمدراء العامين والمدراء ورؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام ثم المشرفين طلع كيف والخبراء في التربية وعملوا إيش اسمه المجلس الأعلى للتعليم المجلس الأعلى للتعليم هذا المجلس الأعلى للتعليم كان له وظفتين واحد استشاري يضع الخطط والرؤى لتطوير التعليم والتنين تحكيمي في عندهم إيش اسمه الأكاديميات الأكاديميات عندهم هو إدارة التعليم على مستوى المنطقة التعليمية إدارة هي إدارة التعليم أكتب مذاكرات حول الأكاديميات أكتب مذاكرات حول إدارة التعليم في فرنسا أكتب مذاكرات حول إصلاحات التعليم في فرنسا دور الكنيسة يعني كل عنوان هذا ممكن يجيلك أكتب مذاكرة حول طيب الأكاديميات هذه هو عبارة عن إدارة التعليم على المستوى الإقليمي والمناطق التعليمية هذه الأكديميات يا صبايا كانت في عهد نابليون 38 أكاديمية تعليمية يعني زي مديرية تعليمية زي المدريات الأكاديميات زي المدريات التعليمية كمدرية عيننا احنا تعليمية في غزة غزة كتير في غزة هنا عندنا كتير مدريات ثم كان عندهم أيام نابليون 38 أكاديمية تعليمية المدرية هي بالدير التعليم يا صبايا كله العام زائد التعليم العالي زائد التعليم العالي في عهد نابليون كان 38 يرأس كل منها في ساتج جامع متخصص له كامل الحقوق بالنسبة للإدارة التعليمية الآن عندهم 27 أكاديمية تشمل كله منها عدة إدارات حكومية محلية يا رأس الأكاديمية قلت لكم مدير يمثل وزير التربية والتعليم يمثل المدير الأكاديمية في كل إدارة أو منطقة مفتش أكاديمي يعتبر بما ثابت من رئيس أو مدير الأكاديمية ككل يعني مدير الأكاديمية بمثل الوزير ومفتش الأكاديمية بمثل المدير أدركتوا كيف التكسيمة نعم تمويل التعليم كيف يمول التعليم في فرنسا عندي العب الأكبر على وزارة التربية والتعليم ولكن هناك مديريات محلية أو سلطات محلية بتقوم بالمشاركة في تمويل التعليم التعليم نوعين من التعليم الابتدائي والتكميلي بتقوم به في تمويله من هي السلطات المحلية يعني السلطات المحلية المتمثل السلطة المحلية البلدية البلدية سلطة محلية صبايا البلدية فالبلدية هي بترعى التعليم الابتدائي التعليم الابتدائي والتعليم التكميلي هي بتقوم به السلطات المحلية هي البلديات هي هذه البلدية بتقوم بمنح القطع أراضي لقامة مدارس هي بتقوم بالبناء المدارس هي بتقوم بتجهيز المدارس طلع كيف هي كل شيء له علاقة بالجانب المادي بتقوم فيه طيب النوع الثاني من تمويل التعليم عندي وزارة التربية السلطة المركزية بنسميها وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم هي بتعطي كل المخصصات لكل المدرسين حتى المدارس الابتدائية مش المدارس الابتدائية قلنا بتصرف عليها مين السلطات المحلية البلدية لكن بتخليهم اشي يعطوا السلطات المحلية الرواتب الرواتب من مين من ورات الموظفين من مين يا صبايا من الحكومة من الحكومة في عندهم إدارة مركزية زي ما عنا احنا دوان موظفين كل أستاذ يبياخد راتبه حتى أستاذ المدرسة الخاصة حتى المدارس الخاصة ياخدوا راتبهم من وزارة التربية والتعليم عشان بدهم يعملوا الهدف من ذلك بدهم يعملوا يعني هدف هدف منه هو إجاز جسد واحد قومي وطني تتحكم السلطة في هذا النظام التعليمي هي السلطة بها تتحكم في النظام التعليمي فعندهم نظام مركزي مركزي في الإدارة ومركزي في التمويل إذن إذن سلطة المحلية وين حدها وين دورها ومن أي نوع من التعليم هي بتقف معلي الابتدائي والتكميلي الابتدائي بس توقف عنده طب هل هي بتصرف على المعلمين لا تصرف على المعلمين خدوا بالكم أما الدولة بتصرف على الابتدائي مدرسي الابتدائي والإعدادي والثناء والجامعات بتمول مش شرطة الجامعة إدارة الجامعة زي جامعة الأقصى ديوان الموظفين لا هي بتمول الجامعات برواتب أو معادل رواتب المعلمين عندها فبتقولهم خدوا أنتوا مننا لكم إذن تمويل فهمنا أدخل على تنظيم التعليم في في مين السلم التعليم وهو تنظيم التعليم في فرنسا فرنسا زي كل الدول عندها يبدأ السلم التعليمي من الحضانة عندهم أي الرياض عندنا الحضانة السلم التعليمي من أين يبدأ يا صبايا من الحضانة فالحضانة تبدأ من 3 سنوات إلى 6 سنوات يعني في عندهم تمهيد من 5 إلى 6 عندهم بستان واحد من 4 إلى 5 عندهم بستان من 3 إلى 4 من 4 إلى 5 من 5 إلى 6 هذا البستان هو التعلم باللعب. اكتشاف المواهب. البستان احنا سمناه موجود عندنا هذا النظام. فهو الخلاف وايناه الاشكالية في المصطلح. الحضانة اسمها عندهم حضانة وانحنا ايش بنسميه? رياض. خدوا بالكم. واحنا قلنا فيه اصلاحات. كانت الحاق الروضة بالسلم التعليمي. مصبوطا لا. ايذن هاي اول وحدة. طيب. الرياض عندهم بتزيد يعني ممكن تسعين في المية ممن هما في عمر الرياض بروحوا على الرياض عندهم. او اكثر. اذا خدي مني التحصائية اللي بقولك اياها. او اكثر حتى من تسعين في المية. يعني الكل بيود ولاده عن الرياض. الكل بيود ولاده. عن الرياض. عندي السلم التعليمي بيجي بعد الرياض المدرسة الاولية والمن سميها الابتدائية او الاولية. وهي نظام كان ست سنوات وصارت خمس سنوات. خمس سنوات لانه ما بنعتبر احنا الحضانة او الرياض عام تشمل مناهج المرحلة الابتدائية عندهم ثلاث انواع. ثلاث مقررات واحد. مقررات التمهيدي سنة واحدة من ستة لسبعة. مقررات الاولي. المقررات الاولية من سبعة لتسعة. ثم المقرر المتوسط من تسعة لأحدى عشر سنة. عادة بيشمل القراءة والكتابة والحساب والجغرافية والتاريخ طلع كيف والتربية الوطنية والتربية الفنية كل هادي المسائل موجودة عندهم زي ما هو عندنا موجودة. بيع لسلم التعليمي بتيجي المدرسة المتوسطة وهي مدارس ايش سميناها قابلتوي. الكوليج. 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 ها مدارس المتوسطة وهي الثانوية الدنيا. الثانوية الدنيا. لكن بسموا هشي هم ثانوية دنيا. مدرسة متوسطة وهي المدارس العددية اي الكوليج. وهذه المدارس. احنا اتكلمنا عنها توي. من سن. بتيجي هي من اي سن لا اي سن. من اطنعش. لا ايش. لا خمسطعش او من خمس بتيجي الثانوية العامة عندهم مدارس اللي يسيه وهي المرحلة الثانية من التعليم الثانوي وينقسم فيه حكومية وفيه خاصة والكلش فيه حكومية وفيه خاصة طبعا تنقسم الى ثلاث انواع ليسيه عامة اي كدمية بحثة زي ما هنكوا الثانوية العامة العامة عنا نوع تاني التقنية اه زي ما عنا التعليم الصناعي والتعليم الزراعي والتعليم ايش اللي عنا هنا تجاري بعدين عندهم التعليم الفني الفني بنصدر متعلمين يخدموا مجالات الحياة الفني برضو الثانوية الثالثة عندهم يدرس الطالب في اليسيه العامة احد تخصصات خمسة واحد الاداب والفلسفة اثنين الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ثلاثة الرياضيات والطبيعة اربع الرياضيات والعلم العلوم الطبيعية خمسة الرياضات والتكنولوجيا اما اليسيه التقنية بدرس فيها ايش الطالب علم الصناعة يعني الثانوية الصناعية دراسات اعمال اي تجارية عندنا واعمال كمبيوتره والحاسب الالي اه طيب ايش انا هنا كتبت سلم التعليمي هاي خلصنا سلم التعليمي بتظل اعداد المعلم عندهم يعد المعلم زي ما منعده ايه كيف احنا منعد فيه عندنا كلها التربية وعندنا معاهد معلمين عندهم وكليات تربية وعندهم احنا اخذنا منهم ولو ما اخذوا مننا يا صبايا احنا اخذنا منهم تجربتهم ففي عندهم مراحل الرياض والأولية ممكن يدرسهم متخصص سنتين بعد الثانوية العامة بدرس بيعدوا سنتين في معاهد تدريب المعلمين او اعداد المعلمين بعدين بروح بتدرب في سنتين تانيات فبطلع مدرس للمرحلة ايش الرياض والمرحلة اولية لكن الاعدادي والثانوي لازم يبقى عندهم اقل شيء حاصل على البكالوريوس ثم يعد في كليات التربية ويجيب شهادة ايش مزاولة مهنة التدريس مزاولة مهنة التدريس الرواتب عندهم زي احنا كيف عنا الراتب حسب شهادته حسب خبرته خدمته حسب كفاءته حسب درجته في عندهم نظام للمعلم تأمين معاشات احنا اخذنا منهم عنا تأمين معاشات يقتطع من راتبه حسب الدرجة حسب الدرجة شكرا لكم جزاكم الله خيرا والمرة الجاية هناخد بلد جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم